اشتركوا في القناة هذه الليلة سوف نكرم الفائزين والفائزات في مسابقة التصوير الضوئي والذي كان محورها عن رؤية المملكة عشرين ثلاثين كما سوف ندعوكم لاحقا لأخذ جولة حول المعرض والذي تعرض فيه أعمال الفائزين والفائزات في المسابقة اشتركوا في القناة 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 فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيطاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجديهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ندعوكم جميعا للوقوف للنشيد الوطني now let's all please stand for the Saudi national anthem أحسن ما عملوا ويزيد المجد والعليا مجدين لخالف السلام ضربة الخضار ويحمل النور المصفف يهدى أقوى يا موطن أوضر وقفل 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 المسلمين عاش الملك العلم المترجم للقناة المترجم للقناة وفي محاولة لمدارس رواد الخليج العالمية المساهمة بالإيجابية في المجتمع أطلقت مبادرة في شهر ديسمبر من العام 2017 تتلخص هذه المبادرة بأنها مسابقة للتصوير الضوئي تستهدف طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية هدفها تعزيز مثل هذه الفنون الجميلة وتم اختيار الصور الفائزة من قبل لجنة من الحكام ذو خبرة في هذا المجال وفي محاولة المترجم للتدريب والتدريب والتعليب 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 أما الآن سنسمع لأكلمة ناب أول رئيس قطاع التعليم في شركة الخليج للتدريب والتعليم الدكتور خالد السحيم فليتفضل مشكورا Next we would like to welcome Dr. Khaled songhaim, the senior vice president of education and Alkhalish training and education أصحاب السعادة ضيوف الشرف لهذا الحفل الأكارم أخواني وأخواتي أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات أبنائي وبناتي المساهمين والمشاركين في هذا الحفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا شيء يملأ القلب فرحاً وبهجة وسروراً كمثل الالتقاء مع هذه الكوكبة المتميزة من أبنائنا وبناتنا الطلاب ويثلج صدورنا كرؤيتهم يملؤون أفق المنطقة الشرقية بإبداعاتهم وتميزهم الذي طالما أبدعونا به وأثلجوا صدورنا به أبنائي وبناتي المساهمين والمصورين والمصورات في هذا الملتقى أنتم يا من سعيتم لإيقاف عجلة الزمان والمكان لتخلدوا لحظات نادرة تظهر مدى إبداعكم وقدرتكم وروعتكم فأضفتم على أوقاتنا وعلى حياتنا روعة وبهاء وألقاً فلكم منا كل الحب والشكر والتقدير أصحاب السعادة ضيوف الشرف لهذا الحفل بإسمي وبإسم جميع من سوبي مدارس رواد الخليج العالمية وأبنائي وبناتي المصورين والمصورات نزجي لكم من أعماق قلوبنا كل الشكر والتقدير على حضوركم وعلى تشريفكم لهذه المناسبة الغالية علينا إننا نبتهج هذه الليلة بمشاركة علم من أعلام التصوير في المملكة العربية السعودية الأستاذ محمد الشبيب وأصر والحقيقة أن الأستاذ محمد هو اسم ارتبط بالتصوير في المملكة العربية السعودية فلا يذكر فن التصوير إلا ويذكر معه الأستاذ محمد الشبيب كما يشاركنا اليوم الأستاذ عباس الخميس وهو مصور عالمي حصل على جوائز محلية وإقليمية وعالمية مرموقة وأسهم في عضوية ورئاسة العديد من اللجان والمشاركات المحلية والدولية كما يشرفنا هذه الليلة الأستاذ خالد الحازمي مدير قسم المواطنة في شركة أرامكو السعودية التي آلت على نفسها دوما إلا أن تكون راعية للإنسان ليس في اقتصاده إنما في فكره وثقافته وجميع جوانب حياته فلكم منا يا من شرفتم هذه الليلة كل الشكر والتقدير مدارس رواد الخليج العالمية منذ اليوم الأول لتأسيسها الحقيقة أنها آمنت برسالتها في بناء الطالب المتكامل على كل الأصعدة على صعيد الناحية الأكاديمية وعلى صعيد المهارات وعلى صعيد الجانب الروحي وعلى صعيد المهارات للحديث والقيادة لأننا نؤمن أن هؤلاء الأبناء هم الاستثمار الأمثل ولأننا نعرف لأننا جزء من هذا المجتمع أن كرة القدم هي معشوقة الطلاب فقد تعاقدنا وحصلنا على امتياز من أحد أشهر أندية كرة القدم على مستوى العالم وهو نادي AC ميلان في إيطاليا في مدينة ميلانو وأنشأ مركزا تدريبيا لتدريب طلابنا على كرة القدم والطلاب من خارج مدارسنا كذلك لكي يحول مفهوم كرة القدم من فوز وهزيمة هدف وتعادل أو أي علاقة أخرى إلى مجال للحب وبناء الشخصية والعمل التكاملي وعمل الفريق والرياضة واللياقة وصحة الإنسان قبل كل شيء وأود أن أهنئ الطلاب والطالبات المشاركين في هذا المعرض بالفوز كما أبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا قيادتنا ويحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن هذا الحب وهذا الأمن والأمان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل الشكر والتقدير للدكتور خالد السحيم على هذه الكلمة فلنرحب جميعا بضيفنا لهذه الليلة المصور المبدع للساد محمد الشبيب ليلقي لنا كلمته الترحيبية سننهارنا أول محمد الشبيب السلام عليكم بساكم الله بالخير اعذروني أنا لأول مرة أطلع وأكتب الكلمة على ورقة لأن لو استلمت من غير الورقة اليوم ما راح يكفي الوقت إني أنا أخلص من الثناء والشكر الكبير لكل الحضور ولكل المشاركين في هذا الحدث الكبير فأنا كتبت الكلمة علشان أترك المجال للجميع يستفيدوا من الأمسية في البدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة مدارس رواد الخليج العالمية على دعوتهم الكريمة ويسرني أن أتواجد معكم في هذا الصرح الكبير وأنه لمن دواعي سروري أن أرى هذا التجمع البناء لفنون التصوير الفوتوغرافي وهذا يدل على ثقافة عالية بالفنون التي تعكس عادات وتقاليد الشعوب وهي لغة للتواصل الاجتماعي الراقي الذي يربط الشعوب ببعضها البعض تحت مضلة واحدة الصورة الفوتوغرافية تكفي عن ألف كلمة لأنها تحتوي على رموز عالية توضح الفكر والهدف لتصل إلى المتلقي ليدرك معانيها ويتفاعل معها وينقسم التصوير الفوتوغرافي إلى عدة أقسام فمنها تصوير البورتري بتفرعاته المختلفة تصوير الطبيعة بمختلف البيئة التصوير الطبي والتصوير المعماري التصوير الصناعي والتصوير الصحفي والرياضي ولكل من هذه الأقسام محبيه ومتخصصيه وأهم ما في الأمر هو بناء شخصية المصور ليصبح دكتور نفساني بالدرجة الأولى ليستطيع كسب الآخرين وتهيئتهم أمام الأضواء وأن يمتلك ابتسامة صادقة لتنعكس أفعاله أمام الآخرين بشكل إيجابي لأن الإبتسامة هي العامل السحري لكسب الآخرين وفي الأخير على المصور أن يتقن المعرفة في فنون التكوين وبناء المشهد لتصبح أعماله مميزة وتشد المتلقي ليغوص في أعماقها وتبقى ناقوسا لا ينسى على مر الزمان وفي الختام أشكر أبنائي وبناتي الطلبة على اختيارهم هذا الفن الراقي ودعواتي لهم بالنجاح والتألق مرة أخرى أشكر الأستاذ محمد الشبيب على هذه الكلمة ضيفنا الثاني لهذه الليلة المصور المتميز الأستاذ عباس الخميس فلنحييه جميعا Our second guest of honor for tonight is Mr. Abbas الخميس فليتفرضي للسعاد مموجود لا هذا لا بسعاد ولا بواجه لا بسعاد السلام عليكم السلام عليكم كنتم مضيعة رايح المدرسة الثانية والتوجيه لم أخذ نفس بداية الابداع حقيقة ليس مجرد الوصول الوصول الى قمة معينة ولكنه الاصرار والمشاركة وبناء لبنات كما فعلت رواد الخليج شكرا جزيلا لهذه البادرة السباقة لأبنائنا الطلاب شكرا جزيلا لكل من أتى بهذه الفكرة لكل من صعد درجة لكل من بنى لبنة في هذا الصرح الرائع لا أود الإطالة أبغى تنفسي شوي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا للاساد عباس الخميس كما نشكر تواجد ضيفنا الثالث للاساد خالد الحزمي فحضروه دعم كبير لمثل هذه المواهب جميلة فكل شكر لك We would like to thank مستخالد الحزمي for attending our ceremony tonight to show support and appreciation for our dear winners thank you very much ولا ننسى أن نشكر الأستاذ وفاء الحمدان على تواجدها معنا في هذه الليلة ودعمها المستمر لشبابنا وبناتنا الطلبة We also want to thank Ms. وفاء الحمدان for attending tonight and supporting our talented students لقد تلقينا من خلال هذه المسابقة الكثيرة من المشاركات وحان الوقت لتكريم الفائزين والفائزات من كل مرحلة تعليمية مبروك مقدما للجميع Throughout this competition we have received many submissions but now is the time to recognize the best of the best and award the top winners from each category middle school high school and university level congratulations in advance to our winners whose pictures truly wowed our judges of honor for tonight's event Mr. خالد الحازمي Mr. محمد الشبيب Mr. عباس الخنيس we must also recognize our judges who put a lot of time and effort into choosing the best pictures judge number one Ms. Kim Edwards judge number two Ms. Mariam Sulebi judge number three Mr. عبد الرحمن العزيز Mr. M Stern Mr. Frans Mr. M RAV ومنسقات المسابقة والحفر التكريمي والمعرض من موظفين موظفات المدارس We also want to recognize the event coordinators who worked hard to achieve tonight's success Mr. Ahmed Al-Ajmi 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 مس إناس الملا مستوسان البلوشي مستطاها بن صالح مس هندي صالح مس عثيف الحمدان وأخيرا ليس آخرا نشكر العقول النيرة وشباب وشابات المستقبل طلاب وطالبات المدارس لتطوعهم لإنجاح حفل الليلة فايزة البدر براء الفرج لينا الفرج دانا الجامد فرح الخنيزي دانا الخنيزي ماريا النحاش أمجاد الخليفة رغد السلمان ليان المعلم جودي الأبقاني زينب المروحن زينب المطوع نعيم العياضي شهد المشور ورد خاتم رام الشيخ ألاء الخميس جاسم المرزوق حسين المومن عيسى علي محمد العباد ماجد المصطفى عبد العزيز الرضوان محمد اليامي نوافل عنزي ناصر المطهر مهنة الدوسري علي الصغير ناصر الصنان أصيل العبد الجبار علي الليل محمد العبد العال فارس اليوسف خالد الناصر دانيال البن صالح مصطفى النمر طارق الكاف بدر البقمي مروان حسبو عبد الله العمران خالد الناصر كما أود أن أشكر زميلي محمد العمر لمشاركتي تقديم حفلنا الكريم لهذه الليلة شكرا لك حسين حواشن لأنني أصدقائي في اليوم سيداتي سادتي هنا نختم حفلنا الكريم شكرا لحضوركم للاحتفاء بمواهب وإنجازات أبنائنا راجين من الله المولى العزيز أن يسدد خطاهم وأن ينفع بهم هذا البلد الكريم والآن ندعو ضيوفنا من الرجال بجولة حول المعرض والمتواجد في الفناء الخارجي لقاعة الحفل ومن ثم نرحب بضيوفنا النساء بعد انتهاء جولة الرجال نحن نتعجب المعرض لتقرأ في المنزل في المنزل ومن ثم نتعجب المعرض ترجمة نانسي قنقر